بجد الثلاث حاجات دول لو جبناهم وعملنا الحاجات اللي انا قلتلكم عليها في الفيديو ان شاء الله ان شاء الله مش هتلاحقوا على انتاج البيض ولا انتاج الزغالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حباب قلبي يا رب تكونوا بخير وفي صحة واحسن حال صباح الخير صباح الحب صباح التفاقل صباح الحيوية صباح الطاقة الايجابية ويوم جديد من عند الحمام والنهاردة ان شاء الله هعمل معكم يعني فيديو كده بصوا تقريبا كده حلل اغلب مشاكل البيض البيضة الصغيرة البيضة 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 يعني الحمام اللي بيبيض بيضة واحدة الحمام اللي بيطلع بيضة وبيضة ما بيطلعهاش الحمام اللي بيكبس في الجنين لما بيموت جوه البيضة طبعا قلتلكم قبل كده ان الجنين لما بيموت جوه البيضة ده بيبقى من قلة الرطوبة وقلتكم طبعا برضو الحل قبل كده كتير وقلتكم انا بعمل ايه لحالة المشكلة دي قبل ما الحبايبي برضو اللي لسه دخلين جديد قبل ما الحمام بيفقس بحوالي يومين او تلات ايام بجيب بخاخ مية بحط في اي حاجة ممكن مية بس على فكرة هتنفع برضو برضو للناس اللي سألتني وممكن مية ومعاها يعني سنطي من المسلا اي فيتامين عندكم خلي تفاح خلي عادي كل الحاجات دي حتى لامون برضو هينفع تمام كده برش على البيض ببتدأ رش على البيض انا بحط خلي تفاح او خلي عادي لي يا جماعة علشان برضو منها يعقم البيضة ومنها يديها رطوبة فلما البيضة هتاخد رطوبة هيطلع هيطلعوا البطين بمنتهى السهولة وجربنا الموضوع ده وفي ناس كتير جربت وقالوا لي بجد بجد لقينا يعني نتائج مبهرة الحمد لله طبعا برضو آآ بيبقى في الموضوع ده بيبقى في برضو نقص فيتامينات يعني ممكن الجنين يموت جوه البيضة ممكن جنين نفس لما بيبقى عنده نقص في الفيتامينات وفي العناصر المعدنية ما بيقدرش يكسر البيضة ويطلع منها تمام كده هنتعرف برضو النهاردة على كل المشاكل دي وهنعرف ازاي بنحلها وازاي بنتغلب عليها بتلات حاجات بس او تلات مكونات جايبهم لكم النهاردة مخصوص عشان خاطر عينكم انا يعني انتم عارفين اغلب شغلي بالآآ اعشاب والبزور والحاجات دي النهاردة ان شاء الله جايبه لكم آآ تلات حاجات تلات حاجات دي المهمين جدا جدا ضمن الفيتامينات اللي احنا بناخدها برضو لما دايما بقول في فيديوهاتي آآ جماعة اهتموا بالفيتامينات حطوا فيتامينات للحماب آآ الاكل الكلفة المتوازنة الحاجات دي كلها ناس كتير بتسأل نحط فيتامينات ايه النهاردة انا جايبه لكم آآ تلات حاجات فيهم مجموعة من الفيتامينات هيلة جدا والعناصر المعدنية بجد بجد هتغنيكم عن اي حاجة خالص آآ تبعوني اتمنى طبعا تبعوني في الفيديو الاخرى عشان تعرفوا الحاجات دي ايه بالزبط وايه فويدها وهنعملها ازاي وهنديها للحمام قد ايه بس طبعا ما تنسونيش من اللايك علشان الفيديو يعلم وينتشر طبعا اللايك يا جماعة بيخلي الفيديو ينتشر اللايك مش آآ بفلوس يعني لايك ببليش بس بيخلي الفيديو ينتشر ان اي فيديو بيبقى عليه التفاعل اليوتيوب بيقترحوا ضمن المقترحات وبيخليه ينتشر عشان غيركم يستفاد من المعلومة ويريد تنشروا الفيديو لو حاسين ان في اي حد ممكن يستفاد منه بتكتموش العلم عندكم خيركم من تعلم العلم وعلمه نسمي الله واللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الاولين والاخرين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الى يوم الدي نسمي الله وندخل عن فيديو بصوا دي املاح معدنية يعني بصوا الكيس ده فيه كمية من املاح المعدنية فيه الكالسيوم فيه فسفور فيه النحاس فيه يود فيه كابريت فيه السوديوم فيه المانجانيز يعني بصوا فيه في السيلينيوم فيه بتائي فوسفات مركب أهو مش عارف بينا ولا لا بس عشان الشمس أنا مش شايف سنائي فوسفات مركب هأرى لكم برضو دواعي الاستعمال بتاعته بصوا النقص ده برضو على فكرة بيستخدم المواشي الكبيرة برضو بيستخدم النقص انتاج اللبن انخفاض الشهية ومعدلات تحويل الغذاء زي ما قلنا برضو ان احنا ممكن نحط اكل وكلفة متوازنة للحمام او للطيور ونبص نلاقي برضو الطيور بتاعتنا ضعيفة ده كده يا جماعة ما بقاش فيه تحويل غذاء كويس ده بيقولك للموضوع ده برضو بصوا مركب يعني بجد بجد من الحاجات الجميلة جدا جدا للطيور عمتا وللحمام خاصة انا طبعا احط الحاجات دي برضو زي ما حطت للحمام هنزل احط منها للفراخ اللي عندي طبعا انتم عارفين الفراخ اللي عندي كبيرة مش كتا جيد صغير الفراخ اللي عندي اللي هي الكبيرة اللي بتبيض بس طبعا اللي من دول بيضها قليل جدا فطبعا احط لهم الحاجات دي المنتج ده مهم جدا جدا لزيادة انتاج البيض للخصوبة ونقص الاملاح المعدنية وللبول المدمم المدمم الناتج عن نقص الفسفور والامراض التناسلية مثل خمود المبايد يعني ده بينشط المبايد كمان وتكيس المبايد التكيس المبايد اللي برضو تكلمنا عنه قبل كده اللي هي برضو الدهن اللي بيبقى متكيس حوالين المبايد تمام اه يا جماعة اسمه دايبازيك بلاس دايبازيك بلاس تمام خدوه سكرينشوت واسأله عليه بجد المنتج ده يعني دكتور بطري هو اللي شكر لي فيه جدا 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 يعني فيه عناصر معدنية كتير جدا ومهمه برضو ايه للحاجات المشاكل بتاعة البيض اللي انا قلتلكم عليها تمام طيب هنحط منه قد ايه ده هنحط منه معلقة على الكلفة بتاعة الحمام او معلقة ايه على العلف بتاع الطيور ايه كانت بقى الطيور عندكم بط روم فراخ اي طيور عندكم عايزينها البيض حطولها من المنتج ده اه ممتاز جدا في موضوع البيض ونقص الاملاح المعدنية والعناصر الغذائية اللي ايه اللي بتبقى ايه اه عندكم في الطيور تمام طيب هنحط منه زي مقلتكم معلقة على هو قال لي يعني معلقة ممكن على 2 كيلو علف معلقة على 2 كيلو علف طيب مدة قد ايه لحد ما الكيس يخلص هو الكيس اهو يا جماعة بصوا الكيس اهو اهو يا رب بس يكون باين اهو ده الكيس اهو قالت تحط منه لحد ما الكيس يخلص كله طيب هنحط كده بس لا هنحط كمان من ده ده ايه ده الف دال ثلاثة هي ألف دال 3 هي بس يريت الجماعة تجيبوا شركة نظيفة يعني تمام؟ أهو ألف دال 3 هي ده بحط منه قد إيه على المية بحط منه سنتي أو 2 سنتي على لتر المية هو قال لي عادي ممكن من سنتي إلى 2 سنتي على لتر المية في المية بحط ده بحط ألف دال 3 هي وبحط هيح سلنيوم ده هيح سلنيوم بس الألماني هحط لكم برضو الصورة بتاعتو أنا مصورة الصورة مصورة العبوبة كلها بس أنا طبعا جبت إيه؟ جبت الإزازة دي مش فاكرة بقى الازازة دي كان بالزبط يعني. تقريبا بخمسة جنيه بعشرة جنيه مش هتزيد عن كده. تمام? بس هو هه سيلينيوم لما بيبقى يا جميع الالماني انضف من المصري للامانة يعني. تمام? ياريت لتشوفوا الالماني وتجيبوه مني. ما تجيبوش المنتج للمصري. ان هو بيبقى اقوى بكتير. بصوا حطيت هنا الهه سيلينيوم وحطيت معاه الف دل تلتة هي. الف دل تلتة هي. زي ما قلت لكم حطيت اتنين سنتي على لتر المية. وهي سيلينيوم حطيت سنتي واحد على لتر المية. الاتنين مع بعض. تمام? والكيس هحط منه ايه? على الكلفة بتاعت الحمال. بصوا حبيبي ده هو بقى المنتج الالماني اللي انا بقول لكم عليه. اهو. هي سيلينيوم. اهو هو بيبقى بالشكل ده. بحاول بس اهو. بصوا بحاول اقرب لكم الصورة على قد مقدر. اهو مكتوب. فيتامين هي. خمستاشر في المية زائد سيلينيوم. سائل يضاف على الماء اهو التعويض النقص. طريقة الاستعمال بيضاف واحد ميلي على لتر المية. واحد ميلي يعني واحد سنتي على لتر المية. ده من الحاجات الممتازة يا جماعة انا اخدوه برضو سكرينشوت. واسألوا عليه. طبعا انا جبت منه الازازة دي بس. على قد الطيور اللي عندكم. على حسب يعني الطيور شوف انتم بتسقوا الطيور. قد ايه? طبعا بحط الحاجات دي مع بعضها تلات ايام. اما بقى تلات ايام بحط اللي هو الهيه سيلينيوم وفيتامين الالف دال تلاتة ايام متواصل في مية الشرب. اما بقى الكيس اللي هو بتاع الاملاح المعدنية والعناصر الغذائي اللي انا ورته لكم ده. ده بحطه على الاكل. بقى لحد ما الكيس كله يخلص. بحط برضو منه للحمام وللفراخ. لان الفراخ زي ما بقول لكم ايه? بضع قليل اليومين دول. طبعا حطيت الحاجات دي للحمام فوق. بنزل برضو تحت. بحط منها للفراخ نفس الشيء. وزي ما حطيت عند الحمام. بحط بالزبط عند الفراخ. بنفس الطريقة. الاف دال تلاتة هي وهي السيلينيوم مع بعض في المية. والاملاح اا اا او الكيس اللي انا ورته لكم ده يا جماعة بحطه في الاكل. طبعا انا لسه اهو دخلها هفطر اا الفراخ. وهحط لها الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. تمام كده? ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة بقى. اتمنى طبعا الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ياريت متنسونيش من اللايك. ولو مش مشتركين عندي طبعا يشرفني اشترككم اشتركوا فعلوا الجرس. فعلوا جرس كل عشان يصلكم مني كل. ابوكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.